اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الاصحاح الخامس في بدايته من عدد واحد لغاية 18 الفصل ده بيتجرى دايما في الصوم الكبير في الحد الخامس اللي هو احد المخلع او كنتسموه احد الوحيد او مفلوج بركة بيت حسدة اللي كان له 38 سنة على البركة والكنيسة بتهدف من قراءة هذا الفصل في الصوم الكبير المقدس بالذات لانه في الصوم كلنا بنجاهد جهاد روحي علشان نتوب فعايزة تقدم لنا نموزج لانسان عاش في الخطيئة ونتج عن الخطيئة دي انه مرض ويبدو ان الغالبية بقوله الخطيئة دي كانت خطيئة النجاسة انه دي بتدمر الجهاز العصبي وبتسبب شلل للانسان ونتيجة هذا الخطأ الفادح طبعا اصيب بمرض صعب اصابه ورجده 38 سنة علشان كده السبيل الوحيد للشفاء من هذا المرض انه يتوب توبة والله احنا طول الصوم الكبير بنجاهد علشان نتوب بيبدأ الاصحاح وجول كده وبعد هذا كان عيد لليهود طبعا لم يذكر اسم العيد في الكتاب لكنه هو الكل بيقول عنه عيد الفصل فصعد يسوع الى ارشالين كان السيد المسيح كاله متجسد اخذ طبيعتنا البشرية فكان خاضع للنموس علشان كده مارس الختان وكان برضه بيروح في الاعياد زي عيد الفصل ويعني كان ملتزم بكل الشريعة لانه هو رب الشريعة وواضع الشريعة فالشريعة كانت بتقول عن فيه عيد الفصح احفظ شهر ابيب واعمل فصحا لرب الهك لانه في شهر ابيب اخرجك الرب الهك من بصر ليلا فتزبح الفصح لرب الهك الكلام ده في خروج اتناشر من عدد واحد لاربعتاشر وفي التسنيع ستاشر واحد فالرب يسوع كان خاضع يذكر عنه القديس لوقة في انجيل لوقة صح اتنين من عدد واحد واربعين لاثنين واربعين يقول وكان ابواه لوا يوسف والقديس العزراء ام النور يذهبون كل سنة الى ارشالين في عيد الفصل ولما كانت له اثنت عشر سنة صعدوا الى ارشالين كعادة العيد يعني دي عادة كل سنة كان بيروح وفي ارشالين عند باب الضقن باب الضقن طبعا كلمة الضقن يقصد بيها الخرفان لانه الباب ده كان بيدخلوا منه بالخراف للهيكل علشان تقدم زبيحة بركة يقال لها بالعبرانية بيت حسدة طبعا معنى كلمة بيت حسدة يعني بيت الرحمة لانه كانت الناس بتنتظر عليها الشفاء من الامراض وده كان كعمر رحمة لها خمسة اروقة ارواج اوضة يعني ليها خمس اوض فكانت قبل الملاك بينزل ويحرك المية فيها ويشفي الامراض كانت بتستعمل البركة دي في الغسلات اللي خاصة باليهود بعد التقدمات التقصية والحجرات دي كان بيخلعوا فيها الملابس يعني لغاية ما يخلصوا الامور اللي خاصة بيهم فبعد ما ربنا كان بيرسل الملاك يحرك المية واللي ينزل الاول يبرأ من اي مرض نعتراه بدأت الناس طبعا المرضى تتجمع في الخمس اروقة اللي على البركة وعلشان كده كان لما راح السيد المسيح كان عدد كبير من المرضى يعني نايمين في المكان ده في هذه كان مضجعا جمهور كثير من مرضى عمي وعرج وعسم عسم يعني مشلولين يتوقعون تحريك الماء لان ملاكا كان ينزل احيانا في البركة ويحرك الماء فمن نزل اولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من اي مرض اعتراه طبعا دي ظاهرة روحية والملاك مرسل من السماء فكان لما يحرك الماء اول واحد ينزل هو اللي كان بيبرأ عشان كده كان عدد اللي بيشفو قليلين بالنسبة للعدد اللي موجود على البركة وكان هناك انسان به مرض منذ ثمان وثلاثين سنة طبعا ده المفلوج اللي كان نايم دي تمانية وثلاثين سنة من ضمن الناس اللي مرضى اللي نايمين هذا رأاه يسوع مضجعا يعني نايم وعلم ان له زمانا كثيرا لانه هو الله ويعرف خبايا القلوب فقال له اتريد ان تبرأ عايز تبرأ دي فيها يعني حرية للانسان لان ربنا خلقنا احرارا فميعملش عمل معانا غصبا عننا او مش بارادتنا فالمفروض احنا نخضع حريتنا وارادتنا لربنا فالرجل طبعا كانت مشكلته انه ما فيش حد بيساعد عشان ينزل للماء فاجابه المريض يا سيد ليس لي انسان يلقين في البركة متى تحرك الماء بل بينما اناءات ينزل قدامي اخر هو فكر انه السيد المسيح ممكن يساعده في الموضوع ده وينزله البركة انه ما كانش يعرف ولا سمع عنه لانه نايم على البركة 38 سنة طبعا الانسان ده يبدو انه كان نتيجة مرضه نتيجة الخطيئة يعني نتيجة الخطيئة زي ما قلنا من شوية بس مش كل الامراض سببها الخطيئة والمفلوج ده ليه بنقول انه كان خاطئ وسبب خطيئة كان المرض لان السيد المسيح حذره بعد كده وقال له لا تعود تخطي لو قررنا بينه وبين المفلوج المدلة من السجف هتلاقي المفلوج بتاع بركة بيت حسدة كل الناس بعدت عنه عشان كده بيقول ليس ليه انسان فيبدو ان الناس كانت انانية او انه هو سيروس لوكو شرير وشرس فالناس كلها نفرت وابتعدت عنه ويبدو انه كان كده انه مش معجول ملهوش اسرة ولا اقارب ولا اصحاب الكل تركوه عشان كده بيقول ليس ليه انسان يلقينه في البركة لكن المفلوج المدلة من السجف شلوه اربعة ويبدو انه كان بيحبوه مفلوج بركة بيت حسدة ما كانش تايب لكن مفلوج المدلة كان تايب عشان كده السيد المسيح قال له ايه مغفورة لك ايه خطياك في مرقص اتنين من عدد واحد لاثناشر فالسيد المسيح بعد ما سأله واجابه الاجابة دي قال له يسوع قم احمل سريرك وامشي شفاه شفاءا كاملا انه شوفه لما عهده يكون نايم ليه 38 سنة ونايم على السرير هو يقوم ترجع له صحته ويحمل السرير ويمشي ده شفاء كامل لانه السيد المسيح طبعا هو الله وهو اللي خالق وهو اللي يقدر يعمل كل شيء فعدد تسعة جلفة حالا برأ الانسان وحمل سريره ايه ومشى طبعا الشفاء هنا مش استحقاق يعني المفلوج ما كانش يستحق لكن ده نقدر نقول عنه احسان وفضل من ربنا من ربنا يد الرحمة بتاعته بتاعته بتمتد حتى للخطاة عشان كده يقول عنه كتاب يشرق شمسه على ايه الاشرار والصالحين ويمطر على الابرار والظالمين ربنا كلهم شمسه بتشرق على الشرير وعلى البار وبيدينا كل شيء سدقوني يعني بالرغم من ان احنا احيانا بنخرج عن طوعه ومش بنطوعه في الوصي وربنا عايز ان نبقى زي كده يعني نحسن حتى للذين يسيؤون إلينا وصانا وجال كده ايه حبوا اعدائكم باركوا لعنيكم احسنوا الى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيؤون إليكم وكان في ذلك اليوم سبت اليوم اللي شاف فيه هذا المفلوج كان يوم سبت ودايما اليهود زي ما احنا عارفين كان بيتلككوله ما يبصوش على المعجزة ويفهموا لا يشوفوا حاجة كده سطحية تناسب حالتهم الروحية فكان بس شطرتهم ما تعملش كده السبت ليه اعمل كده يوم السبت فقال اليهود للذي يشوفي انه سبت لا يحل لك ان تحمل سريرة اجابهم ان الذي ابرأني هو قال لي احمل سريرك وامشي فسألوه من هو الانسان الذي قال لك احمل سريرك وامشي اما الذي شفه فلم يكن يعلم من هو انهم يعرفش المسيح شوفوا الغريبة انهم يعرفوش المسيح راح له شفاه لان يسوع اعتزل احنا طبعا اذ كان في الموضع جمع طبعا عيد وناس كتير متجمعة وكان لما يعمل معجزة زي كده يعني مش عايز حد يتكلم او يعلق او ممكن اتنين يختلفوا وتحصل مشاكل علشان كده السيد المسيح اعتزل بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل وقال له ها انت قد برأ فلا تخطي ايضا لألا يكون لك اشر فيبدو انه هو انسان من النوع اللي عايز يشفى عشان يرجع للخطيئتان فسأل المسيح حذره لكن لم يسمع الكلام ما اسمعش الكلام لانه فيما بعد فيما بعد لما القديس العزراء ام النور تنيحت هو اشترك في مظاهرة مع مجموعة من اليهود واعترض النعش بتاعها وكان عايزين يعني يختطفوه ويلقوه على الجبال او يعني يعملوا فيه اعمال شريرة فرئيس الملايكة ميخايل بيقال انه ضربه انفصلت زراعاه عنه وبعدين صرخ وندم واعترف قال له ده المسيح واللي شفان وحذرني وانا ما سمعت ش الكلام فالاباء الرسل صلوله وتشفعوا بالقديسة ام النور الام الحنون وربنا شفاه يعني ما سمعش ايه للنصيح ما سمعش للنصيح فمضى فمضى يسوع يسوع ويطلبون ان يقتلوا لانه عمل هذا فيه سبت ده اول تهمة انه بيكسر السبت فاجابهم يسوع ابي يعمل حتى الان وانا اعمل يعني مش انتم اللي هتوجفوا عملي وحتى العمل يوم السبت لانه عمل رحمة هو صحيح ممنوع فيه العمل الدنيوي لكن عمل الرحمة ممكن علشان كده السيد المسيح شفى المرأة المنحنية لها 18 سنة يوم السبت وشفى اليد يابس وقام العازر ويوم شفى الراجل اليد يابس سألهم جلوا اي انسان منكم يكون له خروف واحد فان سقط هذا في السبت في حفرة افيمسكه ويقيمه فالانسان كم هو افضل من الخروف اذا يحل فعل الخير في السبوت وبعدين قال للانسان مد يدك فمدها في عادة صحيحة كالاخرى طبعا مجدروش يتكلموا لما يشوفوا يسمعوا زي كده لكن بعد كده يتلككوا طبعا كان بيعترضو على يوم السبت لكن لما السيد المسيح قال لهم ابي يعمل حتى الان وانا اعمل طبعا ازدادوا غز اكتر يقول في عدد 18 فمن اجل هذا كان اليهود يطلبون اكثر ان يقتلوه لانه لم ينقض السبت فقط بل قال ايضا ان الله ابوه معادلا نفس بالله طبعا المسيح هو فعلا كده الله لانه هو والاب واحد زي ما احنا عارفين فاجاب يسوع قال لهم الحق الحق قول لكم لا يقدر الابن ان يعمل من نفسه شيئا الا ما ينظر الاب يعمل يعني الاب والابن متفقين واي عمل بيعمله الابن بيبقى عارف الاب ومتفقين فيه لانه لانه مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك لان الاب يحب الابن ويريه جميع ما هو يعمله وسيريه اعمال اعظم من هذه لكي تتعجبوا لتتعجبوا انتم يقصب الاعمال الاعظم زي مثلا اقامة الموت وشفاء الامراض كده لانه كما ان الاب يقيم الاموات ويحي كذلك الابن ايضا يحي من يشاء وشفناه الابن اقام طبعا العازر واقام ابن الارملة واقام ابن تييروس لان الاب لا يدين احد هذه النقطة التانية التي زودت نارهم اكتر يعني من ضمن اعمال الله انه يقيم الموت وزي ما الاب يقيم الموت الابن ايضا يقيم الموت بردو برضو زي ما الاب ادى الابن قمت الموت ادال الدينون لان الاب لا يدين احدا بل قد اعطى كل الدينون للابن لكي يكرم يعني يمجد الجميع الابن كما يكرمون الاب يعني لان الاب والاب والابن واحد ومن لا يكرم الاب لا يكرم الاب الذي ارسله حق الحق اقول لكم ان من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني فله حياة ابدي وليأتي الى دينون بل قد انتقل من الموت الى الحياة يبسط طبعا اللي بيسمع الكلام حاليا هو خاط ويتوب فينتقل من الموت للحياة لنجرة الخطية موت زي ما اسمعنا في مثل ابن الضال ابني هذا كان ميتا فعاش توبة قيامة اولى زاد القيامة العام بكرة يقوم للحياة الابدي حق الحق اقول لكم انه تأتي الساعة وهي الان حين يسمع الاموات يقصد بالخطية او الاموات اللي اقاموا صوت ابن الله والسامعون يحيون قلنا ديف نقطتين ممكن حاليا كتفسير روحي الخاط لما بيسمع صوت ويتوب يقوم وفي اليوم الاخير كل الاموات يقوم طبعا الابرار للحياة الابدية والاشرار للعذاب الابد لانه كما ان الاب له حياة في ذاته يعني يملك الحياة ويعطي الحياة ودي ما يملك غير الله كذلك اعطى الابن ايضا ان تكون له حياة في ذاته واعطاه سلطانا ان يدين ايضا لانه ابن الانسان يعني الدال اقامة الموت والدينون لا تتعجب من هذا فانه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته فيخرج الذين فعلوا الصالحات الى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات الى قيامة الدينون طبعا ده اقصد في القيامة العامة بعد الدينون الكلام بيقول مع جميع الذين في القبور صوته زي ما في اليوم الاخير فيخرج الذين فعلوا الصالحات الى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات الى قيامة الدينون وبعدين بيقول في عدد 30 انا لا اقدر ان افعل من نفسي شيئا كما اسمع ادين ودينونتي عادلة لاني لا اطلب مشيئتي بل مشيئة الاب الذي ارسل نزل ما قلنا الاب والابن واحد فكل الشيء يفعله الابن بعلم وبرضى من الاب وكل ما يريده الاب يفعله الابن برضو بكل رضى وبكل محبة وبكل اتفاق لانه الاب والابن ايه زي ما قلنا واحد طب الدينونة هنا عادلة زي ما بيقول في الجداس انه ربنا عين يوم فيه يدين المسكون بالعدل ويعطي كل واحد حسب اعماله حسب اعماله دي نوع من العدل بعد كده بيقول لاني لا اطلب مشيئتي بين مشيئة الاب الذي ارسلني يعني الابن بيعمل اللي عايز الاب المشيئة او الارادة اللي عايز الاب ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي ليست حق طبعا على حسب كلام الشريعة وحتى القانون الوضعي اي واحد بيشهد لنفسه ما ينفعش لازم ناس تبقى تشهد له الذي يشهد ليه هو اخر وانا اعلم ان شهادته التي يشهدها ليه هي حق كان يقصد مين اول واحد بيشهد له يوحنى المعمدان زي ما بقول هنا انتم ارسلتم الى يوحنى فشهد للحق اني بعتوله قالوله انت النبي قالهم لا انت المسيح لا وما لانت مين قالهم انا صوت صارق في البرية وشهد لليهود ان المسيح هو النور الحقيقي زي ما بقول لنا في يوحنى واحد هذا جاء للشهادة ليشهد للنور ومرة قالهم وزا حمر الله الذي يحمل خطيط العالم وانا لا اقبل شهادة من انسان يعني طبعا السيد المسيح مش عايز شهادة من انسان ولكن اقول هذا لتخلص انتم يعني استفيدوا من شهادة يوحنى لكن للأسف لم يستفيدوا كان هو السراج الموقد المنير وانتم اردتم ان تبتهجوا بنوره ساعة يقصد بالساعة وقته قليل ان يوحنى طبعا اتقبض عليه مات شهيد واما انا فلي شهادة اعظم من يوحنى ايه هي يا رب الشهادة التانية اللي اعظم قال لان الاعمال التي اعطاني مكملها هذه الاعمال بعينها التي انا اعمالها هي تشهد لي ان الاب قد ارسلني الاعمال الالهية تقول ان المسيح هو الله لانها اعمال الله ومحدش يستطيع يعملها غير الله وعمالها السيد المسيح وهو الله زي اقامة الموتة وزي السلطان على الطبيعة وسلطان على الامراض انه كان بيعمل كل ده بالامر يقول كن فيكون يختلف عن الاباء الروس اللي كان بيصلوا علشان يعملوا معجزة والاب نفسه الذي ارسلني يشهد لي لم تسمعوا صوته قط ولا ابصرتم هيئته يقصد في نهر الاردن لما قال هذا هو ابني الحبيبة الذي به سرير ثم سمعوا الصوت اللي كانوا موجودين لكن ما شافوش ربنا بعنيهم ودي كان زي زمان موسى كان لما يكلموا ربنا من على الجبل ويسمعوا الصوت بس وبالرغم من كده لم يؤمنوا لم يؤمنوا عشان كده بيقول لهم السيد المسيح وليست لكم كلمته سابتة فيكم يعني كلمة ربنا مش سابتة فيكم ان ايمانهم سطحي كان ايمانهم من المسيح المنتظر يبقى ملك عالمي ارضي عشان كده لم يكن يفهم ولا يفهم لان الذي ارسله هو لستم انتم تؤمنون به ان الاب اللي ارسل الابن وبيعمل اعمال الاب واعمال الله انتم لم تؤمن بيه لان كلمته غير سابتة فيكم غير سابتة فيكم طبعا اليهود كان جافلين ازانهم وقلوبهم وعيونهم وما كانوش عايزين يفهموا زي ما قال عنهم قديس متة في متة 13 من عدد 13 ل16 مبصرين ولا يبصرون وسامعين ولا يسمعون ولا يفهمون فقد تمت فيهم نبوئة اشعياء القائلة تسمعون سمعا ولا تفهمون ومبصرين تبصرون ولا تنظرون لان قلب هذا الشعب قد غلظ وأزانهم قد سقل سماعا وغمضوا عيونهم لألا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بأزانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم طبعا ما سمعوا ولا فهموا كلام ده في مت 13 لتنجرام مرة تانية عشان كده السيد المسيح قال لهم فتشوا الكتب دوروا في الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدي كلام الله كلام حين واللي بيضع في قلب وينفزه يحس أن نعايش في الحياة الأبدي وهي التي تشهد لي ولا تريدون أن تأتوا إلي لتكون لكم حياة لا تريدون يعني مش عايزين مجدا من الناس لست أقبل أنا مقبلش مجد من الناس اللي هون مجد الباطل يعني ولكني قد عرفتكم أن ليست لكم محبة الله في أنفسكم أنا بقول لكم الحال اللي أنتم فيه محبة ربنا ولا كلمة ربنا في قلوبكم أنا قد أتيت بإسم أبي ولستم تقبلونني أنا جاي بإسم أبي اللي هو الله وعملت عمال الله وعلمتكم كلام الله لكن مش جاب لي إلى خاصة هجاء وخاصة لم تقبل إن أتى آخر بإسم نفسه فلذلك تقبلونه زي ما بيحصل معنا أحيانا نحن ما بنمشيش وراء ربنا في كلامه لكن نمشي وراء كلام الناس كل الشيء نقوله جاله أصل جالول يعمل كذا كذا طب ربنا فين كمفوض إحنا نسمع كلام الله إن كلام الله حي وفعال وآمضى من كل سيف زي حدين لكلام الله إحنا مفوض نعيش به زي ما قال السيد المسيح ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجر مجدا بعضكم من بعض في ناس كتير تحب المجد الباطل أو الكلام الظاهري أو كلام الناس والمجد الذي من الإله الواحد لسهم تطلبونه لا تظن أني أشكوكم إلى الآب أنا لا أشكيكم يوجد الذي يشكوكم وهو موسى الذي عليه رجاءكم طبعا موسى عارف خبياهم لأنه خد معهم أربعين سنة يعني وروه الويل فالسيد المسيح يقول أن الذي يشكوكم موسى يعني ممكن نقول أن موسى كان معهم هنا ودلوقت في العالم الآخر ممكن يشكوهم هناك لعدم إيمانهم وقساوة قلوبهم ويوبقهم ويقولهم لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقون ني لأنه هو كتب عني طب موسى كتب عن السيد المسيح أيها في نبوات في العهد الجديم كان مفروض هما يدوروا عليها ويفحصوها زي أهل برية اللي هما كانوا أشرف من تسالونيكي نقول عنهم الكتاب قبلوا الكلمة بكل نشاط فحصينوا الكتب كل يوم هل هذه الأمور هكذا فآمن منهم كثيرين ومن النساء اليونانيات والشريفات ومن الرجال عدد ليس بقليل في أعمال سبعة عدد حداشر لغاية اتناشر طبعا هما ما كانوش بيعملوا كده وزيت المزايع المواس ما كانوش فاهمين مع أن السادة المسيح كلمهم كتير عن أمور في العهد الجديم فاللحظ أنه موسى كتب مثلا في سفر التكوين النبوة اللي بتقول ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض لتقالت لابون إبراهيم وإسحاق ويعقوب وعشار لها معلمنا بولي صلى الله عليه وسلم موجود وأما الموعيد فقيلت في إبراهيم وفي نسله لا يقول في الأنسال كأنه عن كسرين بل كأنه عن واحد وفي نسلك الذي هو المسيح في غلط يا ثلاثة ستاشر وكلمهم عن الحية كالمفوض يدرسوا الحية أنه حسين زيما رفعها موسى قال له من بغي أن ابن الإنسان يرفع على صليم وزيما كلمهم عن المن في يوحن ستة كلام كتير قال لهم السيد المسيح لكن لم يهتموا ولم يدرسوا علشان يفهموا ويرجعوا فبقلهم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني لأنه كتب عني فإن كنتم لستم تصدقون كتب ذاك فكيف تصدقون كلامي إذا كان كلام موسى اللي بتكلم عن المسيح ما صدقتهوش هتصدقوني أنا بالرغم من أنه هو الله بتجسد وحلف وسطينا وكان ما يحتاجش لشهود لكن اليهود خسروا طبعا البركة وخسروا النعمة وخسروا الخلاص يريد أننا ما نتشبهش بيهم كما فوضع نؤمن بكل كلمة جالهن السيد المسيح ونتمتع بوجوده في قلوبنا ونتمتع بتنفيذ الوصية علشان نكون سامعين عاملين يريد أن نتابع مع بعض والدراسة شيقة جدا ودراسة كتاب ما فيش أحسن منها ويريد أن يكون دراستنا تطبيقية يعني أفهم الآية أحفظها أطبيقها في حياتي أجاهد هتلاقي ربنا معاك لأنه كلامه حي وقوي وده اللي احنا عايشين به المفروض ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله أخيرا يريد أن نأخذ بالنا من كل الأمور الاحترازية بالنسبة لموضوع كورونا وزي ما احنا ماشيين كده يريد العزلة تبقى أقوى بلاش السلامات بلاش ندخل في أماكن مزدحمة وكلنا نصلي عشان ربنا يعديننا الأيام دي على خير ونرجع نشوفكم في الكنيسة بكل خير وبكل صحة الله يبارك في هذه الكلمات ويجعلها السبب باركة لنا ترجمة نانسي قنقر